السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي أخواتتي الملتاحقي للجدود الناس اللي جاءوا عنا جداد مرحبا بكم في هذه العائلة الكبيرة مرحبا بكم مرة أخرى ونبغي نطلب منكم أنكم تهودوا تشوفوا الفيديوهات السابقة أنكم تضغطوا على زر الإعجاب والجرس علاش باش يوصلكم كل جديد أخوتي أخواتتي نهار 29 في هذا الشهر وصلت بواحد صورة ونقطع فيديو وصلت لي وحد صديق اللي كنشط في مجال حماية الطفولة هذه الصورة صدماتني أنا كنشوف فيها واحد حيوانة نقوش مرة من المرة بزاف عليها تكون مرة المرة كتربي مش عالي الشخص ولادها كتربي أجيال إذن هذه الحيوانة كاتبا في الصورة عارية وراها واحد الوليد صغير قاصر عشرات ناشر سنة يمارس مع هالجينس في وضعية دي الجينس أنا ما قدرش نهضر على هاد الموضوع عدة أسباب أولا واش هالشي جديد واش قديم واش هالشي في المغرب او لا ما شي في المغرب جمعة هذه التساؤلات خلتني نخاف أنني رمي الناس بالباطل لا سيما أننا اليوم كتعرفوا الفوتوشوب وفبرك هذه الفيديو وفي الوقت يقدر يكون الفيديو موفوراك وبالتالي أنه يمكن نضربه في عباد الله بدون وجه حق بالتالي تريت وحبست لا نتناقش مع أصدقاء هادشي ولكن ما قدرش نهضر معكم فيه إلا أنه هالي يومين 13 سبتمبر أخرجت بعض القنوات على اليوتيوب وبعض المنابر كتهضر على هالكاريتة وقالت أن هاد السيدة أعوذ بالله مشتراجي ماشي السيدة هالحيوانة هالكلبة أولا مزوجة ثانيا كتمشي مع الرجال وكتصور راسها إذا تبليتي بشي مصيبة إذا بتوليتهم فستتيروا هذي كتصور راسها كتأكد واش هالشي بغرض البتزاز ما نقدرش نقولها شي حاجة في حلاك ما عنديش دليل بالتالي كتصور راسها وكتر من هذا هذو مع الرجال واش من أجل المادة واش بغت تنقل ذلك الشي وتعطيه المواقع الإباحية وتخلص فيه يعني المادة ما عندك الناس أو لا من طرف المواقع الإباحية اللي كتخلص مزيلا على هالشي لسيما إنها بقد تقدير الحاجة اللي غير معقولة والغير مألوفة لسيما في مجتمعنا العربي بالتالي قبطت هالوليد اللي قلت أخبار أنه ولدها ولدها وشي قال أنها مربيها قبطت هالوليد وجبراته أنه يمارس معها الجينس وتقالت هذر آخر أنه حتى والجيران ديلا جبراته وغرات به كما الشأن بالنسبة لولدها وجعلته ما يمارسه معها الجينس ضرب صريف خرجت أخبار أن الزوج ديلا دعاها بلخيانة الزوجية من بعد ما واحد سعودي خاليجي قال وخاليجي يدخل عندهم الضار وقدر يحصل أنا أعود آخر على ما تستفهم قدر يحصل على المحتوى الهاتف ديلا ومن بعد صربوا للزوج ديلا اللي ادعى عنده وكل مالك وبالتالي تم الاعتقال ديلا هذي 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 نسميها الكابائر شي حاجة أكتر ما الكابائر لأنها المرأة حيوانة عفوا ما شي مرأة الزاف عليها تكون مرأة تقبط وليدات صغير وغيرين واللي مفرض أنها تربيهم وتقوم سلوكية ديالهم تقبطهم وتجبرهم عن طريق التغرير أنهم يمارسوا معها الجنس إذا كان هذك ولداء رح كاريته لجميع المقاييس لأنها كيفاش مرأة يكبر هذي الولد ولا سيما أن الهضراء ستبقى لا سيما أن فيديوهات ستبقى لا سيما أن ممكن شي لا سيما ممكن أن الشي يتنشر المواقع الإباهية اللي إذا تعلق الأمر بالعرب وبالفضاء هذي العرب يتنشر ويتحين بشكي بقديمة الجيال شوفوا رأسكم شنو عائلتكم موالدكم مجتمعكم أشي يديره خطاب الجامع بالتالي هذا الولد هذا مني غيكبر ويشوف هذه المناظر ويعقل على رأسه طبيعة الحال العقل الصغر ما كينساش أنه نعسم عمه اللي مفروض أنه حملاته في كرشا وولداته وبالتالي غي نعسم عها ما غي تقبل هذا شي إذن عقد نفسية بالجملة تترك فيه وبالتالي ماشي بعيد أنه يدير شي حاجة في رأسه الشي يخلع حق الله أنه يخلع شي نبعيد شي نبعيد تتبعنا شي حاجة لما هي لدينا ولا دي قيمنا ولا دي تقافتنا نتبعو البرنوغرافي البرنوغرافي هدوك ممثلين يتخلصو في حال ممثلين اللي كي تقول أفلام دي الدراما وفي حال الكوميدي اللي كي تقول الكوميديا هدوك ناس محترفين الفيديوهات أو تصوير البرنوغرافي باشي واللي ده ببناد مفضاره هو يصور ويمشي حط المواقع الإباحية أو لا يمر هدوك هدوك الفيديوهات من خلال النشر ديالها يبان بأنه شي حاجة اكسيبسيوني في مجتمع عربي محافظ أو لا باشي رباح الفلوس أو لا باشي يبتز بزاف ديال ما نقدرش نحدو عشنا هو السبب الحقيقي ورهالشي اللي نقدرون نهضر عليه هو أن هدو فضيحة ومصيبة ما عندهاش ما عندهاش شي اسم خور نمر وأعود بالله من قولها مرة تانية حيوانة تسخر أطفال صغار باش تدير بز و تدرف تندنس دير البرنوغرافية ولا معارش ولينا كنشوف أن المألوف تبقى كدير في الناس لو تصم الحاجة الغير مألوفة الجي مع بين البشار والحيوان شي حاجة اللي غير مألوفة وغير طبيعية هي اللي تكت تعمل الحادث التالي هاد الحيوانة هدي إذا كانت شدت تخصت تأخذ أقصى العقوبات لأنها ماشي فقط عند خيانة زوجية ماشي فقط تشارك وهي مسلمة وعربية في نشر فيديوهات إباهية مخلة للأداب وكتخدش الحياء وكتضرب الأعراف والقيام ديال دولتنا كما الشأن بالنسبة لباقي الدول العربية والإسلامية وإنما هدي كتضرب الطفولة هدي اعتداء صاريخ في حق الطفولة هالطفولة هدي اللي بتخربق في حياتها المفروض أن الأم كتحمي ماشي الأم كتجيب ولدها يمرس مع هالجينس طريقة بورنوغرافية المفروض أن الأم كتربي ماشي كتفسد ماشي كتفسد هدي كتفسد هاد الولد هدا هذا مسكين ضاحية ولي تصغير وستغلات البراء شوف احنا الاسف ديالنا ولينا إذاك الإنسان مزيان خسنا نستغله ماشي نحافظ عليه إنسان مزيان خسنا نحافظ عليه ولك للأسف ولي حشو ماشي نستغله بتالي هاد الحيوان هاد قطة وليد صغير وليد الاخر اللي ما بنش أنا كنشوف عليه اللي عندي في الصورة ما نقدرش نحط لكم لأنه ما نقدرش حفاظا على العلاقة ديال الاحتيار اللي بيني وبينكم وحفاظا على ذاك الوليد لأنه ما غيبنش وجهه ولكن اللي كور دياله غيبقى مرسوم ويبقى مصور وقت مرجع بعد ما يكبر غيشوف بأن ذاك الجسم دياله اللي بتأكيد غيعقل عليه مخير المجموعة ديال الصور اللاسية ما في الصيف غيمرد إذن حفاظا عليه عليه وعلى تاك الزوج مسكين إذا كان ببهدي لذاك الوليد كان بالفعل ولد وولدها حفاظا على هاد الناس ما غننشروش ذاك المقطاع أو لماشي المقطاع صوير سكريني وهذا نشروها سهلة ولكن لا ما نقدرش أنا قلت لك العدة اعتبارات منها أنني كان احترم المتلقي وأنني كان احترم حتى ذاك السيد اللي الله يصبر أنه صعيب أنك تكون معاشرة مع واحد سيدة كما أن السيدة صعيب تكون معاشرة مع واحد سيد وتحصل عليها المصيبة هذه تحصل بالقيم والمبادئ والأخلاق والقيم والأخلاق لا سيما القيم والأخلاق تضرب بعرض الحائط أخوتي نتمنوا أن مجتمعنا ما يبقاش تابع الماديات أرى المادة كتفنا تأكدوا معايا وأنا سأعطيكم واحد الاعتراف أنا دوز الفلوس بزا ولكن والله ما كنت ساعي دابا ما عنديش فلوس نهائيا ولكن سيم لكم يمينا بأن أولا عرفت طريق الله أمنت بدك شي اللي يعطاني الله ناصب ديالي هو هذا أغنبش مع الله نقول لا أنا أخذني أكثر من بدك شي اللي أنت يعطيني لأن الله كيعرف الله هو يعلم ونحن لا نعلم ثم حسيت برأسي أن رجعت لحتي رمدي لي لا مع الوسط القريب ولا مع الناس ولا احتى معكم اللي ما كيعرفني وكيلي كيعرفني وحسيت أنني بديت كان حضاب تيقى ديالناس أن الناس كتجي عندي وكتعود دي مشاكل وهي تايقة فيها ولاش لأننا لمسات أنني رجعت للطرق لله واللي كيرجع للطرق لله حتما ما يقدرش يدير شي حاجة اللي كتغضب الله والحاجة الخيبة كلها كتغضب الله بينما الحاجة تزوينا كلها كترضي الله وبالتالي الله كيرضى علينا إذن هاد الحيوانة كانت منه أنه إذا كانت بالفعل تم الاعتقال ديالك كانت منه من القضاء أنه ينزل عليها ويحكم عليها بأقصى العقوبات لأنه عنده جريمة نكرى في حق الطفولة البارح نحن عاد نهضر على الطفولة وما غير نسألي وش نهضر على الطفولة يستحيل أننا نسمحه أن هاللي مجريمة أو أمثال هاللي مجريمة أو أمثال هاللي مجريمين من البيدوفيل حيث نحن ديما يحكم عليها أن البيدوفيل الأخوة يلسقوا الجريمة والتهمة يلسقوها بالرجال البيدوفيل هم الرجال الذين يستعملوا بنيتات صغار أو ولدات صغار لكن البيدوفيل النساء هنا مميّمات التي يمشي عندهم طنوبيلات ويقلبوا على الولدات مزيونين ومساكن ما عندهم مميّمات التي يمشي المحلات ويقتنسوا الفرصة أنهم يربطوا علاقة مع الشباب ومع ولاد صغار منهم وممكن أنهم بشي يبينوا بأنهم باقي مرغوف فيهم ويعطيهم فلوس إلى آخر إن ديلا بيدوفيلي أشي بضروة تكونوا مع عديل الرجال بيدوفيلي حتى في النساء استغلال ديلا اللي صغار منك وخا ما يكونش قاسر هذه بيدوفيليا أنا غمشي أبعد منها بيدوفيليا هي استغلال جنسي لقاسرين يعني السن ديلا من 18 العام اللور أنا كنقول أن حتى المرة أو الراجل اللي كيمشي عند ابنت صغر منه يعني هنضروش هنالعلاقة على علاقة الشرعية عفوان أو لكن هنضرو على تقارب نيس بيفسين ولكن الراجل عنده 60 عام ويمشي عند البنت عنده 19 عام هذه بيدوفيليا هذه أولى المرة عنده 60 عام وخمسين عام جاه ماشي فاتت سيلياس وتمشي عنده وليد عنده 20 عام يارب بيدوفيليا باش نكونوا واضحين نلبس قد كيواتيك تقارب سين ممكن 10 سنين 15 عام ممكن ولكن واحدة عنده 60 عام وتمشي معه واحدة عنده 20 عام 40 عام ديال الفرق أولى الراجل عنده 60 عام ويمشي مع ابنيتة ديال 20 عام ويستغل الفقر ويستغل الحاجة وبالتالي يقول أنا دير علاقة باش يزهاب باش يبين بأنه باقي صغير وباقي صحيح هذه بيدوفيليا من نوع آخر للأسف تا واحد ما هضر عليها يهضر على بيدوفيليا ارتباطا بالقاصرين إذن ربي بيدوفيليا ما عنداش ارتباط فقط بالقاصرين وإنما ارتباط بمنهم يبعدون سنا عن المغتاصب أو المتحرش جنسيا أخوتي أتمنى وأن المناظر ما بقاش نشوفوها دابو اليوتيوب ولك يخلع والله تأكدوا معي أن اليوتيوب كل نهار أنا ملي كنجي نشعل التليفون الصباح كنتخلع نسمع شي حاجة اللي غير مألوفة كنخاف نشوف شي حاجة اللي كتصدم وللأسف حتى ملي كي يصرد لك شي واحد اللي كتعرف وأنه عارفك مثلا كتدير هاليوتيوب أو لا غير اليوتيوب كي يصرد لك شي حاجة وخي يدير لك عاجة جمعة مباركة كتتخلع كتقول هنشوف شي مصيب هنشوف شي مصيبة اللي غتتمرد ناعو تاني وغتخليني نفكر وتخليني نبني ونهدم باش كيفاش نوصل هالناس وكيفاش نعبر على سخطي وامتعاضي من هالسلوكيات للأسف والات كثيرة وكثيرة في مجتمعنا ونطلب الله أن يحفظنا ويحفظ ولداتنا ووليدات جميع المسلمين وكافة الناس أجمعين يا ربي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته